أزمة تلد أخرى فالأوروبيون الذين فرضوا بالتنسيق مع الأمريكيين عقوبات على موسكو يبدو جليا أنهم سيكونون في طليعة من يدفع ثمن هذه الخطوة ليس بسبب ارتفاع ثمن الغاز الذي كان يصلهم عبر نوردستريم واحد فحسب وإنما أيضا لاضطرارهم للبحث عن ناقلات تجلب لهم موارد الطاقة من أقاص الأرض مقابل كلفة أعلى مقارنة بواقعهم السابق لكن حتى هذا الخيار لن يكون سهل المنال بالنسبة لألمانيا وجاراتها فقد أدت العقوبات إلى تهافت الأوروبيين على ناقلات الغاز والنفط المحدودة أساسا في أعدادها والتي لن تتمكن في خضم هذه المعطيات من إبرام تعاقدات مع دول القارة التي تجد نفسها أمام حربين أولهما في أوكرانيا والثانية مع فصل الشتاء الذي يترق أبوابها سوق الناقلات العالمية تشهد أعلى مستوى طلب منذ عقدين ليقفز متوسط ربح الشحنة الواحدة لمنتجات النفط إلى 400 ألف دولار بحسب كلاكسون لخدمات الدراسات والتي ترى أن الأسوأ لم يأتي بعد إذ ستتفاقم الأزمة كلما اقترب موعد سريان العقوبات الغربية على موسكو اعتبارا من ديسمبر المقبل أوروبا لم تكن مستعدة لاستبدال استراتيجية استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب وتحويلها إلى الاعتماد على الناقلات فالحرب في أوكرانيا لم ينضي عليها أكثر من سبعة أشهر وهي فترة غير كافية لبناء سفن متخصصة في شحن مصادر الطاقة أزمة الطاقة في أوروبا تسعى فيها الخرق على الراتق إذ تترافق فيها المصاعب مع الحلول المطروحة لا بل قد تتفوق الأولى على الثانية مصاعب قد تمتد لتطول البنية السياسية والاجتماعية فضلا عن الاقتصادية